موسيقى تستعد لاجتماعها الاول ضرب الارهاب مرة جديدة لبنان بحكومته الجديدة قاصدا مرة اخرى المصالح الايرانية بمحاولة تفجير مبنى المستشارية الثقافية لايران التفجير ذكر باستهداف السفارة الايرانية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي من ناحية الهدف او اسلوب التنفيذ ولكنه مر واصاب الايتام هذه المرة هذا الحدث الامني ترافق مع تصريحات للمسؤولين اللبنانيين تشدد على ضرورة محاربة الارهاب ولكن كان لافتا تصريح لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي دعا الى اقفال ما سماه معابر الموت في البقاعة فهل هذا التفجير المزدوج رسالة مزدوجة الى الحكومة اللبنانية وليران وهل هذا العمل الارهابي سيكون حافزا لوضع خطة امنية وسياسية محكمة تكون بندا اساسيا في البيان الوزارية اضافة الى الاستحقاق الرئاسي قانون الانتخابات معركة يبرود مواضيع نناقشها مع دولة نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الأستاذ إليل فرزلي صباح الخير أستاذ إليل أهلا أهلا نساة صباحك بس قبل ما نبلش بحالتنا بس بدنا نسمع تصريحة صغير للوزير السابق خالد أباني مبارح من مكان تفجيره وعم بيطالع الايتام من دار الايتام هذا الاجرام عبثي هؤلاء لا يعرفون لا الاخلاق ولا الانسانية ولا الاسلام ولا الضمير ولا الضمير لأنهم ينالون من الاطفال ومن الايتام في مؤسساتهم وينالون من العجز والنساء الذين يتواجدون في بيوتهم ما هكذا تصاص الأمور ولا هكذا تكون الثورة هذا اجرام مطلق هذا اجرام عبثي يجب أن يوضع حد له بأي طريقة من الطرق هذا الاجرام ينال من هؤلاء الايتام الذين لا عائلة لهم الذين تأويهم بالمؤسسات وقد دخل عليهم الاجرام الى مدارسهم معاد الوزير أنت تخرج مع عدد كبير من الاطفال الى اين تذهبهم اخرجهم الى مؤسساتنا الامنة حتى نطمئن عليهم شو رأيك بها الصرخة دولة الرئيس يعني اكيد صرخة الاب والام والاخ اللي فائد حدا اكيد بتكون بتكون يمكن اكتر من هيك وما حدا بيعرف اول وزير يعني معالي الوزير هو خالد باني هو اب عمليا لكم كبير من الاطفال في مؤسسات الرعاية وبالتالي هو مسؤول ويعيش قضايا هذه الطفولة وهذه البراءة ويعرف حجم المأساة الحقيقية التي تترتب على مثل هكذا اجرام عبثي اجرام عبثي بكل ما تحمل كلمة وغاية التفجير على كل حال هو احداث اكبر كم ممكن من الاضرار بالناس الابرياء دون تمييز بين طفل وشيخ بين امرأة ورجل ودعمر اصبح معروف ليس فقط في الساحة اللبنانية بل في كل ساحات منطقة شرق حبينا نبلش بهذا لنضوع على المعاناة الانسانية من وراء كل تفجير عم بيصير قبل ما نبلش بالاحداث الامنية والسياسية تفجيرات البرحة كانت لضرب حكومة الشراك الوطنية ام ان هذه التفجيرات هي استمرار طبيعي للأعمال الارهابية التي تطال لبنان اولا يعني لا نستطيع الا ان نضع هذه التفجيرات ضمن سياق التفجيرات التي تقع ووقعت وطالت مناطق عدة في لبنان الا اننا ايضا في الوقت عينه لا نستطيع ان نتجاوز التوقيت في الاستهداف سواء لاتزامن مع تشكيل هذه الحكومة او التزامن مع المفاوضات التي تجري في جينيف ايضا باعتبار ان المستشارية كانت احد الاهداف لهذا التفجير نعم والتفجير السابق للسفر الايراني كان اثناء المفاوضات لذلك الى جانب تحويل البلد الى ساحة الدم من قبل هذه الفئات الغاية الرئيسية الان هي محاولة دك مشروع الحكومة باهدافها التي جسدت ارتياح كبير لدى المواطنين والتي تمت المراهنة فيها على ان هذا التعايش السياسي بين المكونات الاساسية للبيئة السياسية اللبنانية قد يؤدي الى منع تحويل بيئة معينة من هذه المكونات الى البحر الذي يجب ان يسبح به هؤلاء براح لانه هذه الحكومة من نتائجها المباشرة العملية حتما هو انتقال فئة من بيئة من هذه المكونات ستصبح ستمنع هذه الفئات الاجرامية ان تسبح ببحرها بصورة مطمئنة على قاعدة انها البيئة التي تتحرك من خلالها فاذا هناك ارباك استراتيجي اصاب هذه الفئات وهذا الارباك الاستراتيجي لابد من ان يرد علي بعملية تهدف لها عدة اهداف من جملتها محاولة اظهار هزالة الحكومة من حيث اهدافها بمنع العملية التفجيرية والامر التاني طبعا الواضح وضوح الشمس انه في مسألة المفاوضات الجيرية وبالماضي مثل ما نتذكر عندما تعرضت السفارة الايرانية الى الاستهداف كان في نفس الوقت هناك مفاوضات جيرية على مستوى الخمسة زائد واحد مع ايران صارت الضرب كمان في مراهنة على الحقول دون ان تبلغ هذه المفاوضات اهدافا لجميع الاهداف التي اعلنتها كتائب ما يسمى بكتائب عبدالله عزام ان التفجيرات هي من اجل اخراج الموقفين في لبنان وخروج حزب الله من سوريا كما اعلنت كتائب عبدالله عزام هل هي للضغط هناك موقفين ورؤوس مدبرة لهذه التفجيرات في يدي قيادة الجيش هل هي لضغط على الحكومة اللبنانية من اجل اخراج هؤلاء بصرف النظر عن الاسباب التي تطرح او التي تعلن كمطالب باختصار هناك واقع في المنطقة برمته ولبنان هو جزء من المنطقة يحمل في طياطه حرب من هذه الفئة على الواقع القائم لبنان سوريا العراق اليمن تونس مصر الصومال مسألي منها مسألي فقط هاون لاخلق سبيل الموقفين في مكان اخر شو هاون لخروج حزب الله من سوريا لذلك هذه حرب مشتونة ولا احد يستطيع ان يقتنع بان الغاية من هذه العمليات هي حصرت ذلك طيب اعطيه اجوبة واضحة على الاسئلة التي طرحها سمحت السيد حسن صلى الله بخطابه حول الذي يعد من اجل الانتقال الى لبنان وتحويل لبنان من ساحة نصرة الى ساحة الجهاد وبالتالي هي اجوبة على هالاسئلة ما في اجوبة في مطاليب وهي المطاليب هي المبرر لاستمرار هذه الحرب المجنونة وبالتالي اه الامر يتطلب مزيد من تكاتف وتلاحهم اللبنانيين وتحويل البيئة اللبنانية الى بيئة حاضنة اه للحقول لحاضنة القوى الامنية اللبنانية للدولة اللبنانية والحقول دون تطور هذه الاعمال لاحداث اقل ضرر ممكن من جراء هذه العمليات اليوم من برأيكم يقف وراء كتائب عبدالله عزام التي هي اكتر شي عم عم تعلن عن هذه العمليات اه انا لا استطيع ان يعني وهل اصبحت هذه الكتائب خارج سيطرة القوى التي كانت تدعمها اولا اه اولا اه انا اعتقد ان هذه النوع من الكتائب اه لا يستطيع احد ان يسيطر عليها وقد ثبت ذلك بعد مسائل افغانستان يعني بافغانستان كانت في قوى ام تدعم هذا النوع من الحراك طيب هذا ما منع شي بعد الانتصار الذي تحقق بالحاق هزيمي بالاتحاد السوفيتي بافغانستان رجع التناقض الكبير وقع بينه وبين القوى التي كانت ام تدعمها مؤدت الى تناقضات لذلك انا لا اغطني انه في حدا بيقدر يدعمها انما في حدا قد يستفيد من اعمالها قد يكون هناك تلاقي موضوع بالمصالح نتيجة الاعمال التي تقوم بها يعني اذا كان مثلا ان بعطي على سبيل المثال ضرب في العراق للواقع الامني هناك دول لها حسابات مع الحكومة الاراقية قد تستفيد ويكون لها مصلحة موضوعية بهذا الضرب الامن قد يؤدي ذلك الى تغذيتها ولو مرحليا من اجل تحقيق الاهداف التكتكية من وراء هذه الاعمال يعني انا بيستفيد من النتائج المترتبة من العمل الذي تقوم به بحيث انني احصد تنازلات من الفريق الاخر دون ان اتحمل مسؤولية الفعل الذي يقوم بعض الاحيان بيؤدي الى الدعم وبعض الاحيان طيب في بعض الزعمات السياسية اللبنانية كانت ام تمول هذه الفئات او بعض دي الفئات او بعض دي التنظيمات تحت عنوان انه انا بدي اوي حالي بالبيئة الذي انتمي اليها مقابل اغصابي بالبيئة طيب شوف هاته خلينا نشاهده من باب التناقض الاستراتيجي الكبير في العقيدة في الفكر في الثقافي في التربية في النظر لنوع الحياة ونظام الحياة والمستقبل برمته بكله بجذريا بين هذه الفئات وبين الناس التي تستهدف بصرف النظر مين معه حق ومين مرش معه حق فيه تناقض استراتيجي وعمودي وعميق جدا بسكت أنا كمنتمي لهذه الفئات برحليا بنزل تحت الأرض تكتيكيا باستفيد من أوضاع التناقضات الآخرين بالساحة لحتى إربل اطرعرع لا إنمو لا 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 بس إنما هذا لا يعني أنني أنا قد قبلت بك واعتبرتك حالي أنا بدي اعترف فيها واعتبر قوانينك الوضعي ونظام حياتك واسلوبك وطريتك أنا بستعترف فيها دولة الشيك الوكي هذا الوكي يعني إحنا لا كلام بعد كلامك دولة الرئيس مبارح كان في زيارة بعد التبجير لوزير الداخلية بين هلالين وزير المستقبل نهاد المشنوك وكان هونيك أطلق عدة مواقف نعم سمعت المواقف اللي أطلقها شو تعلقك على هذه المواقف التي أطلقها وزير الداخلية يعني دعا إلى أنا أعتقد أنه من المبكر الحكم على المصار الذي سيسلكه معالي وزير الداخلية أو ستسلكه الحكومي لأنه وزير الداخلية يجب أن يترجم قرار مجلس الوزراء باسلوب التعاطي مع هذه الحالة فأولا ما في اجتهادات شخصية بالموضوع في مبدأ هل ستوضع استراتيجية ويكون هناك استنهات كامل فيما يسمى وما أعلنه هو في بداية الأمر أنه يجب وضع خطة لمحاربة الإرهاب نعم الشيك أعلنه طيب ما هي هذه الخطة من هو المستهدف فيها هل الذي تحدث عنهم بالأمس هم المستهدفون هل هم الإرهابيون هل هذا هو الإرهاب هل يريد أن يضرب الأداة الجرمية والوسيلة والطريقة كل هذه الأمور يجب أن تكون ضمن خطة متكاملة تلتزم الحكومة بكامل أجهزتها الأبدية والسياسية وغيرها في محاربة هذا الواقع وزير الداخلية عندما يتحدث ما بتقود اجتهادات بتصفي ترجمي لواقع معين التي تفضل به تعالي وزير الداخلية بالأمس قد يكون نوع من الاجتهادات التي ربط فيها بين الأمور وهو لم يزل في يعني ما لهش بالأصل إلا من المبارع على الأصل يعني اجتهادات ما قبل البيان الوزاري لذلك خلينا نشوف أنا برأيون رائب هذا الموضوع كيف بده يتطور كيف يتم التعاطي بهاي المسألة هل التعاطي تعاطي تكتيكي أو تعاطي استراتيجي في فرق بين أني شوف أنا أنه هذا الاستهداف بيستهدف فاقة معينة في البيئة اللبنانية بصرف النظر النتائجة على الواقع وبالتالي أنا ما بدي بس بتعاطي معه على قاعدة بحاول ديقه وإمنعه وبالوقت نفسه بدي استفيد من النتائج المترتبة بالسياسة عليك وبين أنه يكون فيه استراتيجية كاملة متكاملة تحت عنوان استقصال هذه الظاهرة ومنع وعدم كذا وأنا كوزير مسؤول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية ويجب أن أسخر كل شيء من أجل هدمة أخدمة الهدف هل هذا الأمر حجرة؟ حتى التاريخي يعني لا نستطيع أن نحكم على الأمور من جراء هذا مع تشكيل الحكومة المفاجئة واستمرار التفجيرات الانتحارية هل تعتقد بأن من أعطى الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة إذا فيه ضوء أخضر هل دولتك تخبرنا على الموضوع أهدر على الحد من الأعمال الإرهابية؟ يعني نحنا شفنا واليد مفاجئة للحكومة اللبنانية لايك خليني خليني نقول كلام واضح أنا بلبنان يعني تختلط الأمور على الناس نعم عندما تستعمل كلمة ضوء أخضر أو أحمر أو أصفر أو يعني فيها شكل من أشكال التسخيف والإذلال والإلغاء لدور القوى المحلية إلغاء كامل خلينا نقول أنه طلاقة المصالح الموضوعية للأطراف المحلية مع الواقع الإقليمي الذي يشهد أيضا مشاريع تقارب سياسي معين وانعكس على لبنان إيجابيا بظل توفير مناخات لطلاق الأطراف بحكومة طيب ما نحنا كلنا بنعرف أنه التنازل الذي تم بالأول إذا سمي تنازل أنا ما بسمي تنازل لأنه لأسباب بس إنه تماني 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 الذي أطلق العنان وأوجد المبرد لدورة الرئيس سعد الحريري يقوم يقول نعم كذا سنجلس وحزب الله طيب إذن هناك ضوء أخضر أعطي ليه لإطلاق تماني 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 أنا شخصيا أعتقد أنه مصلحة الأطراف المحلية هي التي دفعت بصورة رئيسية هذه الأطراف للذهاب بهذا الاتجاه مع الأخذ بعمل اعتبار أنه دور الأطراف الإقليمية في غاية الأهمية وهو مهم جدا طلاقة مع هذه المصالح وكان فيه يعني إلى دور لأنه أطراف الإقليمية إلى مصلحة أيضا بتوقيف وضع حالة خل المتاريس بين اللبنانيين وأخذ اللبناني للوضع الأمني إلى نيار كامل لأن الخسارة ستكون على هذه الأطراف برمتها حتى الذي تقصد أنهم أعطوا ضوء أخضر لتأريف الحكومة هي تساؤلات جميع اللبنانيين خاصة أن بعد 11 شهرا المباحثات حول تشكيل الحكومة ولذلك فجأة هذه الحكومة أنا ما أم بنتئت سؤالك أنا أبحلله أم بنطلئ منه لا ابني علي هذه الأطراف الإقليمية أنا حدا يقول لي بتلان شو مصلحة المملكة العربية السعودية بيروح لبنان إلى الانهيار الكامل طيب شغلي بسيطة بسأل سؤال لبنان هو بيروت عمليا طيب بيروت بتطير من إيد جماعتك شو بتكون ربحك شغلي بسيطة بسأل معادلة بسيطة خدها حساب فلاح حساب واحد فلاح مثل أبي يعمل حسابين إنه روحوا تقاتلوا يا لبنانيين طيب تقاتلوا لبنانيين طارد بيروت طارت السليدير طارت بيوت طارت وبعنى شو الربح شو مين مين ربح طيب الغرب الشمال تحول بإيد اتجاه معين معادي للطيار الغربي على مستوى التطرف طيب هايجي الصومال بحر الصومال بحر الأعمار مش أبي قدروا يوقفوا خطف الطيارات خطف البواخر بلا بلا هدا موضوع حتى القوى الغربية كانوا إلى مصلحة بتهديف الحكومة لأنه ودا تمنع إقامة السواتر الترابية بين اللبنانيين ويروح اللبنانيين إلى ملات أحمد عقبان خصوصا إنه في حديث عن تطور الواقع بسوريا في الأشهر القادمة بعد تعثر ما اسموه بتعثر المفوضات بالجناف الثنين في محاولة لتحسين موازين القوى على الساحة السورية ظنا كما حدث بين جناف واحد وجناف الثنين راحت سنة ونص تقريبا تحت أنوان أعطاء المجال للمعارضة لتحسن موازين القوى ولم تأتي ذلك لأنو إجد جناف الثنين لتكون جناف واحد مع زائد التطورات الميدانية على الساحة لمصلحة الدولة السورية فجيين اليوم بدون يعملوا جناف الثلاثة على قاعدة عسى ولعل أن تحدث تطورات ميدانية ضد الدولة السورية طيب هذه التطورات إذا وقعت سيكون لها تدعية وعني كسيت على الساحة اللبنانية إلى مصلحة كل هذه القوى عزل لبنان عن هذا الواقع سمحت السيد حسن صلى وقت أخذ القرار بالدخول لحماية الحدود كما أسميها وقت قال وأعطى الأسباب الموجبة لهذا التدخل واللي هي أسباب موجبة جدية طيب قالوا اللي بدون تشهير وحنا نتقاتل بسوريا لنشت قاتل بلبنان فإذا إرادة عزل لبنان وسحبه من ساحة الصراع المباشر أنت موجودي كفكرة ولا تستطيع الأطراف الأخرى وخصوصا طيار المستقبل أن يتحمل النتائج السلبية المترتبة على زج لبنان بصراع لا يعرف إلا الله أن ينتهي لذلك سحب لبنان من دائرة الآن في أطراف بقى مصر سياسة النائب النفس سياسة النائب النفس ذات العملية الفعلية باش النائب النفس النظرية يعني أنه أنا بقول نائب بنفسي وبعمل التورط الكبير عرفت عني كيف خلص هلأ لبنان صفى على مفترق طلوب هذا الموضوع ولذلك نحن ننظر بإيجابية لتأليف الحكومة برأيك تشكيل الحكومة والاتفاق عليها كمان كان فيه اتفاق على البيان الوزاري خاصة أنه شكلت لجنة لتشكيل البيان الوزاري ومبارح كان أول اجتماع لها والأجواء إيجابية أنه بيقولوا بيان الوزاري ممكن مقتضب وما في خلافات من الممكن أن يحدث هناك بعض التناقضات وشهات النظر المتضاربي وهذا حق مهمة المؤسسات الدستورية بالأنظمة الديمقراطية البرومانية هو سحب الخلاف من الشارع وضعوا ضمن الأطر الدستورية وضمن جدران المؤسسات الدستورية فهذا أمر طبيعي أن يكونوا لك تناقضات على كلين أنا برأيي يجب أن تتواضع هذه الحكومة في رسم أهدافها بمعنى أنه نحن مبدئيا هذه الحكومة عمرها ثلاثة شهر نعم الشيء صحيح طب من أصلهم في حوالي شهر المجلس هاي أنيخ بيش قادر يتحرك إلا فيما يتعلق بمحاولة تأمين الاستحاء الرئاسي طيب فإذن عند هذه الحكومة وضع استراتيجية الحرب على الإرهاب عند هذه الحكومة مسألة تأمين المناخات الملئمة لإجراء انتخابات الرئاسة وعند هذه الحكومة أمر مهم جدا هو وضع الأسس والقاعدة الأساسية لإجراء الحوار بين اللبنانيين لحل إشكاليات كثيرة بينها وبالتالي ضمن المؤسسة الدستورية فهي أنت تقوم بها ثلاث قصص وتكون أبو زيد خالة يعني خلينا يعني ما تحاول تقارب مواضيع خلافية ذات بعد استراتيجي هي الحكومة بحد ذاتها مرحلية مؤقتة ضيقة في توقيتها وهي تكتيكية يعني بالمعنى العملاني الميداني طب أنا وأقول لك أعطيك مهمة هدفة واضح يجب أن تتواضع بأهدفها خاصة يعني هناك حديث أن كوى ثامن من أذار تتخلى عن ذكر مقاومة والشعب والجيش في البيان مقابل تخلى كوى الرابع عشر من أذار عن إعلان بعبدها وتمسكها أنا رأيي الشخصي في أحاديث أحاديث صحفية نعم صحيح بالعكس حكي الأستاذ سجعان عزي عن الدولة المقاومة بجيشها وشعبها ومقاومتها لذلك خلينا من المبكر من المبكر الحديث بهذا الموضوع يعني أنا برأيي يجب إزالة كل أسباب الخلاف والتركيز على الأهداف ثلاثة هلأ أو التركيز على أهداف ثلاثة لأن المواضيع الأخرى مواضيع تحتاج إلى استقرار بعمل المؤسسات لتحلها يعني وقت حكومة عمرها ثلاثة شهر شو كيه بقت حل فيها أضايا خلافية كبرى من النوع حل أهدافها ثلاثة شهر عملها عملها وبعدها بالحكومة الجاية بالعهد جديد إن شاء الله بالعهد جديد الذي يجب أن يقوم عهد على أنقاذ عهد لم يكن إلا عهد الفراغ وعهد التناقضات وعهد موت المؤسسات وعهد موت الثقافي السياسي في لبنان بأن عسا والعال سأتب يعد وخلي يتناقشوا بكل الأمور حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ما أسألتك أنا عن الحكومة وتشكلتها ما رأيك فيها يعني عن وجود هالأطلاف في قلب الحكومة أنا أنا الحقيقة أنا تعاطفت إيجابيا وبموضوعية مع أسلوب تكوين الحكومة تعاطف عميق تعاطف مبنع العقلاني أنا ما إلي مصالح في هذه الحكومة لا من قريب ولا من بعيد ولكن إلي نظرة تقول أنه لابد من إسقاط ثقافة المتاريس بين اللبنانيين إسقاط واقع المتاريس بين اللبنانيين طيب من إحنا عمليا لبنان كيانات مذهبية بامتياز تطلع على التلفزيون صورة للمتاريس أم تطلع بالرامل ما بعرف هايدي وين بطرابلس ما بعرف وين طيب هايدي صورة إذا تعممي كيف أنا بدي أحمل نتيجة بالبلد فإذن لابد من أن يجلس هؤلاء الأطراف الأساسية الممثلين الشرعيين للمكونات الطوائفية في اللبنان على طاولة مجلس المزراء لذلك أنا كنت مع الفكرة مية بالمية اثنين أنا بدي أسأل سؤال إذا كان في حرب من الأرهاب على البلد وإذا كان دولة الرئيس سعد الحريري بيقوم بيخطو بيقول نحن لا نريد أن نكون بيئة حاضنة لهذا الأرهاب ويقصد البيئة السنية طيب أنا ليش ما بيجي هذه البيئة السنية الممثلة بطيار المستقبل أن لا تنواجد في حكومة وتمسك بالوزرات المعنية بمواجهة هذا الأرهاب لكي تكون المتريس الأول لأنه وقفتها ضد هذا الأرهاب لا يُعطى طابعا مذهبيا وطابعا مثل كل شي بالبلد لذلك أنا أنظر بيئة طيب أنا إذا كان يميمني أعمل انتخابات رئاسة جمهورية وإذا أمر مهم إلي كلبناني وكمسيحي طيب طيب كي بدي أعمل أنا كي بدي أعمل هذه الانتخابات الرئاسية والحكومة مقصومة والانقسام بين اللبنان عمودي بين اللبنانيين عمودي وما في حكي بينه كي بدي أقدر أعمل هناك كي بدي أقدر وبالتالي الممر الإلزامي لتنفيذ أو لتأمين سلامة الانتقال السلطة والاستحقاء ومنع الفراغ والتمديد الذي هو مثل الفراغ وأكتر التمديد لأنه شرعني لهذا الفراغ الطريق الوحيد هو أنه يجلسه على طاولة دستونية وحدة رابعا يجب أن تسقط ثقافة طاولة الحوار ومجلس الوزراء مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لإجراء الحوار اليومي بعدد اللحظات كيف يكون في طاولة حوار بتحكي بالتحرير وطاولة مجلس الوزراء بيحكوا بالمجرير هي طاولة الحوار يمكن لها كثر الجليد خلص معناته في وضع مفروض بمجلس الوزراء يتم الحوار هلأ بيتم الحوار بشكل جيم بساعته يعتبر المجلس الوزراء هو السلطة الدستورية العليا ويذهب الحوار ليكون فرع من فروع مجلس الوزراء حتى بالزعامات الأساسية وإلا ما بتجوز هذه بلد قيد التأسيس بيكون الوطن قيد التأسيس بيش المؤسسات قيد التأسيس لذلك أنا رأيي الشخصي كنت أنظر نظرة إيجابية جدا باتجاه تأليف هذه الحكومة ويجب على هذه الحكومة أن تلعب دورة هلأ أنا أبطلع على الرصة بإيجابية ولكن بهدوء بعقلنيه بعدم حماس لأنه إن شاء الله إن شاء الله أن يرسل الله سبحانه وتعالى نور في صدورهم ويتصرفه بما يتلائم مع الأمال التي يعلقها على أساس نقل البلد من حالي إلى حالي إن شاء الله فيه احتمال لتعمر أكتر من 3 شهر هذه الحكومة القول أن نتعمر أكتر يعني معناته أنه لم يتم ذلك انتخاب رئيس جمهوري نعم صحيح وهذا طبعا على طول الاحتمال هذا الخوف لأنه سبقوا مرارنا فيه وهذا خوف قائم ولكن هذه الحكومة أعطت المؤشر الأول وقطعت مسافة مئوية لبأسرها بمسيرة تخفيف من احتمالات الفراغ لمصلحة املأ هذا الفراغ وبالتالي تعتبر خطوة إيجابية المخاطر قائمة ولكن أعتقد أن هناك فيه إرادة جدية ممكن يمردد لرئيس الجمهورية وساعة الحكومة ما بتستلم صلاحيات الرئيس بدأ الرئيس الجمهورية لا 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 التمديد خليني أقول لك شغل حتى ما يكون فيه أن تقوم الحكومة باستلام صلاحيات ما تبقى من صلاحيات الرئيس عن أي صلاحيات أبيعكم عن أي صلاحيات أنه شو الكلام الإنشائي رمز وحدة البلد والاستقلال والسيدي قسم اليمين للحفاظ على المؤسسات الدستورية وعمل المؤسسات وتوازن مؤسسات إجراء المفاوضات التي انتهكت وقتا عملت المفاوضات بعهد الرئيس إبلا حود أي صلاحيات تشكيل الحكومة إصدار مرسوم تشكيل الحكومة توقيع على مرسيم مجلس المزراء أي صلاحيات ما في صلاحيات هلأ نحن عم نضخمه هو رئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات أو رئيس الجمهورية مش عم بيستعمل صلاحياته هلأ هذا موضوع نحكي فيه تفصيلية نعم بس إنما في كل الظروف إذا كان الفراغ مصيبة فالتمديد كارثة كارثة على لبنان وكارثة على المسيحيين وعلى المسلمين في لبنان شيعة وسنة ودروزة أن يدركوا تماما أن استمرار اللعب في هذا المركز وتركوا عرضة للاستثمار السياسي والصراع السياسي دون أن يبعثوهم برسالة حقيقية لإنتاج رئيس في حينه وفي موعده الدستوري كما ناشدهم صاحب الغبطة البطاك الراعي وكما نناشدهم جميعا للضغط باتجاه وجود انتخابات رئاسية هذا أمر يعتبر ضربي بيش لا لبنان بس يعتبر ضربي للمسيحيين في لبنان ودورهم وموقعهم في العلاقة التشاركية بين بعضهم دولة الرئيس إلي الفرزيس نتحدث عن لقاء العماد ميشيل عن مع الرئيس سعد الحريري وما جرى بينهما إضافة إلى القانون الأرثوذوكسي عندما تضحك لا لا بالعكس أنا أول منبر أحكيت بالقانون الأرثوذوكسي على منبر زيعة صوت الرسالي نتوقف مع فاصل إعلاني ثم نتابع اشتركوا في القناة عودة مستمعي إذاعة الرسالة إلى هذه الحلقة من اللقاء السياسي والتي يسرنا أن نستضيف فيها دولة نائب رئيس مجلس النواب الأسباك الأستاذ إلي الفرزيس مرحب فيك مرة جديدة أهلا فيك مستمعين جميعا كنا عم نتحدث عن الحكومة وعن ممكن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراء أو لا كان هناك تواصل بين العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري تواصل ليفت يعني هذا التواصل من زمان ما صار يحكى عن تسوية وصول العماد ميشيل عون لسدة الرئاسة وعودة النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة عم ينحكى عن هذا السيناريو تم الاتفاق عليه بين المستقبل والتيار الوطني الحار فهل ممكن أن تكون هذه التسوية نهاية لفراغ منتظر في رئاسة الجمهورية لا أقول لك شغلي قبل ما أقول عن هذه التسوية نعم إذا كانت أنجزت أو لا بدنجز خليني يقول أنه نحن ببلد مثل لبنان حتى تاريخي اللي شهدنا رئيس وزراء رئيس مجلس نواب يمثل طائفة كريمة بامتياز وزعيم كبير رئيس مجلس وزراء يمثل المسلمين السنة بامتياز وزعيم كبير وهو حق في الحالي الأولى وحق في الحالي الثاني الخلل الكبير الذي كان يحدث هو مجيء رئيس جمهورية مستولت في كنف هذا أو ذاك يصبح عاجز إلا إذا استرضى هذا أو ذاك أو الاثنين معا واستقر على تناقضات المسيحيين ليبرر دوره أمام هذا أو ذاك فإذا هذا خلل استراتيجي كبير في النظام لابد من رئيس جمهوري يأتي يجسد العلاقة التشاركية الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني الحقيقية مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة ودروزا ومسيحيين وبالتالي وبالتالي يجسد الإرادة الوطنية المسيحية في العلاقة التشاركي الأمر الذي لم يحدث واستكمل ذلك أيضا بإلغاء التمثيل النيابي المسيحي الصحيح إلغاء كاملا 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 يعني في حوالي 35 نايم ما إلهم حلاقة بقرار كل شخصيات إلهم منها كل احتراب ولكن بالتمثيل النيابي يجب أن لا تكون مستولد بكنف الآخر وقرارك بيد الآخر هذا موضوع مكتوط وبالتالي لابد من رئيس من ذلك نعم الرئيس ميشيل عون يستطيع أن يمثل هذه الإرادة الوطنية المسيحية الجامعة على شك وهذا ما تحدث عنه الرئيس سعد الحديدي باستعمال هذه التعبير في الخطاب الأخير الذي أضل به ولكن السؤال هل تم هذا الاتفاق رئيس كزا مقابل رئيس كزا رئيس حكومة مقابل رئيس جمهورية قد يكون هذا ما يتمنيه اللبنانيون لأنه بيعتبروا ساعتها أنه استكملت السيبي على مستوى المؤسسات وتصير أنت تحكي ميال بطبعك لبناني أن يحدث ما الذي تتمنيه نعم هل هذا حدث أو لم يحدث أنا أعتقد تأليف الحكومي عكس أجواء إيجابي عكس هذا المنطق عسى ولعل أن يستكمل بمثل هكذا اتفاق يجسد على مستوى الرئيسات الثبثة واضحة الصورة يعني أن أقول أنه تم هذا الإقفاق وأصبح حقيقة واقعة لا أدري ولكن لا شك الشهرين تليت هي فترة اختبار كبير في سماعة العلاقات وتطوير تجربة الحكومة لأنه هاي الحكومة أتت لتعكس إرادة هذه المكونات بالصيغة التي نريدها على مستوى الرموز الممثلة يمكن بكرة تستقبل برئيس تبي برئيس عن ميشيل عون تستقبل على مستوى الأشخاص ولكن هل هذا الأمر تم أنجز أصبح قرارا قاطعا لا أدري ولكن الذي أنا متأكد منه أنه هذه كلها مؤشرات تصبط من هذه الخانية تحدثنا عن الوضع الأمني عن الحكومة عن الاستحقاك الرئاسي فلنتحدث عن القانون الانتخابي رئيس نبيه بري توقع إقرار قانون جديد للانتخابات هل ما زال قانون اللقاء الأرثوذوكسي مطروحا وأنتم من تدعمونه بكوة والأوضاع الراهني بتسمح للقانون الأرثوذوكسي أن يمر لألك شغلي نحن دائما كنا نردد ونقول أنه المسألة ليست مسألة قانون الأرثوذوكسي يمر أو لا يمر نحن دائما كنا نقول ورددناها بش عشرات مئات المرات في خلل خطير في بنية النظام السياسي سببه مصدر السلطات اللي هي المجلس النيابي المجلس النيابي بيظل واقع لبناني يقول أن لبنان هو عبارة عن كيانات مذهبية واضحة بطل اتخاذ على الجدل المقولي بس ما بدنا نكرث نحن هالموضوع هلا بحكي من الموضوع هلا بحكي من الموضوع كيانات مذهبية قائمة كل كيان له حدوده له أعليم أعليم ماليته مؤسساته ثقافته تقوصه وعلاقاته بالخارج أهلة القارج نحن الذي نشاهده على الأرض على الأرض النيابية بالخريطة النيابية أنه كل كيان ينتج نوابه مية بالمية قرار هؤلاء النواب يحتعكس مصالح هذا الكيان مية بالمية بصفاء ونقاء لا مقاء لا لبسة فيه لدرجة أنه ما بتلاقيش شيعي أو ما بتلاقيش سني هنا أو هناك إلا لأزا لأيت واحد أو اتنين حتى ما بين طيب وطبعا دروزا ما فيش مجال للنقاش طيب كيف بتروعي السيحة المسيحية بتلاقي من أصل أربعة وستين نائب الذي كرسوا من الدستور حق للمسيحيين في المادي أربعة وعشرين على قاعدة المناصة فيه أربعة وثلاثين نائب مستولدين بكنف الكيانات المثابية الأخرى إما في الكنف الكيان السني أو في كنف الكيان الشيئي أو في كنف الكيان الدرسي قرار نابع من قرار قيادات هذه الكيانات تركيبه تستمر قلنا لابد من قانون انتخاب يلبي الأسماب الموجبة بأن تشعر الطوائف اللبنانية في المرحلة الانتقالية ليش أبقوا المرحلة الانتقالية لأنه الدستور اللبناني هو دستور انتقالي حدد هو حكي عن حاله حتى تبلغ مرحلة الغاء المادي 95 من الدستور التي تتحدث عن تشكيل اللجنة التي تدرس السمو الغاء الطائفية السياسية اللي نحن عجزنا والرئيس بري أتى الحاله لا يعمله سنة 94 وعدة مناسبات ويرجع يسحبها لأنه ردت فعل الكيانات المثابية كانت تكون قوية من الآن وحتى تحقق أهلا داف الكيانات الدستور يتحدث عن الواقع الطواقف الدستور مش انه ده حق دستور مش انه بتحكي كلام طائفي المثابية طائف ولحتى يجي الممثل الشرعي للممثلين للكيانات المثابية لأنه إذا ما كانش في ممثلين شرقيين للكيانات المثابية ما فيك تقعد عطاه لتحكي بإلغاء دور هذه الكيانات من نظام السياسي لأنه هو الشرعي مش أبي استرجيعك الممثل الشرعي مش أبي استرجيعك بتجيب واحد مصطنع مستولد بكناف الآخر بدي يحكي به يعدم أبي لهذا الآخر الذي صنعه الذي استولده الذي هو سبب حياته السياسي يعد قدامه ولا يفاوضه على كيفية إلغاء الطائفي السياسي ببك جيب شرعية قدرة على الاستمرار وإذا ما حدث معنا سنة 93 إلى 94 الرئيس بري بإحتفال عند الأرمى الكاتوليك قام خطب وأعلن تأليف للجنة أنه الدعوة لتأليف اللجنة جينا عهية مكتب المجلس كلفني قال لي شرف بروم على القيادات الروحية وحطهم بأجواء القرن بعد 24 ساعة الفن قال لي طلصة وبرحصة ومور دوت الرئيس قال لي بيع خلص صحبنا قاموا لأيامي مشايخا وبطارقة ومفتير قال بدك حدث قد ما بدك حدث لذلك نحنا ما نقيش أوهب شبل دموس الذي كتب الدستور في بيته الذي كان له دور مركزي في كتابة الدستور له كلام واضح إني أمقض أكره أشنع لا أحب الطائفية والطائفية ولكن إياكم أن تتجاوزوها لألا تقعوا فيها فتتمزق الوحدة ما فيك أنت تجي تقيش حياة سي سي تتجاوز الواقع الطائفة وأنت غرقام فيه فوق راسك تخلق على أساس طائف بتقيش على أساس طائف بتتجاوز على أساس طائف بتموت على أساس طائف إرثق على أساس طائف صحيح للأسف يعني بتروح بتترشح على أساس طائف بتفوت على صندوق الاختراع على الصندوق تبع طايفتك واشتجي ترشح لا وعد حكي طايف شو هيد هيدا جل هيدا جل برأيك من دولة الرئيس داي من إيدك تليتي بالأرض ونهي بخايل مي الدايرة الوحدة مع النسبية مش ممكن تبدد هذا هدف هيدا 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 رأي الشخصي أنا اللي بدك تصلى بمرحلة متقدمة بمعنى بدك تمر قبل بمرحلة لتوصل لها أولا هيدا دقرة ولبنان دقرة وحدة مع النسبية نعم ليش الرئيس بالرئي ياد الاقتراح الارتودكسي مش تأنه بيحبل أنه كل طايفة تنتخب نوابا أيدا لأنه فيها أمرين تمهد لهذا القانون أولا القانون للأرتودكسي شو بيقول لبنان دقرة وحدة بيكون أبيعود اللبنانيين برضى الطواقف أنه يكون لبنان وحدة دقرة وحدة اثنين أبيطبئ النسبية على مستوى لبنان ضمن كل طايف بيكون فوض ثقافة النسبية برضى الطواقف ضمن كل طايفة تميدا لإدخالها على البدن كله وقال لها رئيس بالري ما حركة أمل كل قائمة فلسفة ضمن طائف الشيء ولكن إبل فيها مرحليا وتكتيكيا كي يعتبر أنها مرحلة انتقالية بين هذا الوضع ووضع آخر نبلغ في تلك المرحلة وقال لليوم بك نقول له أن الناس تعاوا على الدائر القبرى بيقول لك أوه عددهم أكتر أو بيطلع له النسبية أكتر هذا عدده أكتر السنة بيقبل والشيعة ما بيقبل والشيعة ما بيقبل أصر أصر عرفت علي وهذه لحظناها وشفناها بعدين بيقول لك مين بدي يؤلف اللي مين بدي يحط أول تاني تالي ترابع مين مين أسئل كتير نظريا هاي بس عمليا أنا أعتقد أنه الاختراح الارتدوكسي والاختراح الأمثل الأمثل وخطأ استراتيجي أرباب النظام ما فيتوا فيه وسيتذكرون يوم ما أنه كان خطأا استراتيجيا كبير هلا بقرأ بيطرحوا نحن مش متمسكين بهذا الأنون باعتباره منزل ما في شي منزل إلا سبحان الله الرسالات السماوية لن نجي المقدس ولن نقرأ كريم هاي داغ اقتراح شرف أمن لي الأسباب الموج بأي قانون يؤمن هذا الذي أقوله ونحن معه بقرأ بيطرحوا لك 15 ديرة مع طبيق النسبية دون كل ديرة يعني بتروح مرحلة بترجعت بس هاي دي بش حل الحل الحقيقي هو كم المرحلة برجع بقلك شو المرحلة هاي دي هي القانون الأرثوذوكسي طبعا لأكتريت الناس اللي هي مش داخلي فيه منيح بتفسروا على أنه قانون مذهبي وطائف لا لا كلهم صفوا داخلين فيه بس ما بيحبوش يسمعوا فيه كلهم كل واحد اللي غير بعدها أنا ما عنديش مانع انتبي نعم بالاقتراح الأرثوذوكسي تعمل فئة طائفة اسمها طائفة العلمانيين لا اسمها طواقف دولة لا طائفة بمعنى طائفة بمعنى جماعة فئة بمعنى فئة بتتعلم شلهم قديش بتعلن بتقولهم خلال سنة بيكون سجدوا من يريد أن يصوت على قاعد يتلقى طائفة بيطلع قد ما بيطلع طيهم عدد نواب شيلوا من هؤل اللي زدتهم من مية وثمانية 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 وعشرين بالتساوي بين مسلمين ومسيحيين حطهم لايك شو بيصير بالدورة الجي إذا زادوا بيزيد عدد النواب إذا اللبنانيين بالفعل مش طائفيين وابنانيش يكونوا جزق من اللي 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 الطائفية يروحوا ينتزموا لها الفعل وينغوا فيها بس دا حكي دولة الرئيس إليل الفرز اللي بتتوقع بتتوقع حكي ولا مش حكي يا لتلاك لا أيندت بتتوقع إقرار قانون جديد في المدى المنظور لانتخابات لبعد الانتخابات الرئاسية أنا ما بتوقع يعني تصديق قانون الانتخابات بثلاثة شهر إلا إلا وهذا أمر وارد تبه وارد أكرر وارد إلا إذا حجم اتفاق القوى السياسية بلغ مرحلة متقدمة لجهة الاتفاق على ثقافة دفع البلد بالبعد الداخلي للتناقضات لأنه بكرة إذا بيجوا بيقولوا إحنا خمسة عشر ديرة تفقنا عليها مثلا أنا أنا تفقنا عليها تعاول نصدقها هلأ لشان أي ده بركي قدرنا عملنا انتخابات رئاسية وما نروح لأ بكرة إذا إذا الانتخابات الرئاسية تمت لا تألف حكومة ولا تأخذ الساقة وجيتك عطل الصيفية بالعطل الصيفية لا سمح الله يمكن سير تطورات أمنية تنجيب تعمل تمديد تاني للمجلس السنوية تعاول لحد هلأ بهات ثلاث شهور نمر القانون الانتخاب طالما المبدأ مقر برأيك دولة الرئيس كل هذه المواضيع التي نتحدث عنها ألا تحتاج إلى قرار خارجي أو تقارب خارجي كما تحدث في بداية الحلقة مش مشاريع التقارب الخارجي موجود تقارب الإيراني السعودي في حديث عن تقارب أنا رأي الشخصي أنه أنا رأي الشخصي أنه هذا الأمر موجود أبيتم والمفوضات تحت الطاولة لا شك أنه قائمة على قدم وساق مين كان بيقول أنه الخمسة زائد واحد تتذكر بين ليلة وضحاها أطلت علينا وصف رئيس الإمبراطورية الأمريكية أبي تلفل الرئيس الإيراني على التليفون هو وبيعنو بيحكي معه ربع ساعة وبيرجع يعلن رئيس الإمبراطورية أنه هو الذي اتصل بالرئيس فإذا أنا أعتقد أنه الذي انعكس في لبنان اتفاق بالحكومة هو نتيجة مفاوضات سرية ما تقاطعت مع مصالح الأطراف الموضوعية على المستوى المحلي فأنتجت هذا المكون ونحن بنعرف دور الغطاء الغربي الذي تأمن الحوار الذي تأمن سواء باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه إيران لإنتاج مثل هكذا واقع جديد وأنا برأيي الشخصي أنه فيه مثل الحوار وهذا وهذا عبر عنه الحوار بين المملكة العربية السعودية اللي بلش بفترة مش هاي وهذا وبي وافقت المكون الشيعي وبالتالي هذا موضوع بتتم المفاوضات قاسي مش قاعد بلا شغل المفاوضات تتم على مستوى لبنان فقط يعني لحل الأزمة اللبنانية والله الأزمة السورية سلي كبرى على مستوى كل الأزمات مسارات التفاوضية ماشية بكل الاتجاه مسار تفاوضي فلسطيني إسرائيلي مسار تفاوضي إيران مع الخمس زائد واحد مسار تفاوضي جناف اتنين ومسألة الحرب السورية وكل المفاوضات الديري على كافة المنتديات الدولية المصار اللبناني وواقعه حضانة الأزمة اللبنانية في محاولة لتجنيب أو عزلة عن التدعيات السلبية والمدمرة لواقع المنطقة سوريا أين أصبحت اليوم سوريا يعني عم نسمع اليوم أنه نرجع لنفس السيناريو بس مختلفة غير الكيميائية ممرات إنسانية وحضر جو وتدخل عسكري عم نسمع فيه هذا الموضوع أبدي بالعنوين اللي أم تنطرح تحت عنوان تبرير التأخر في إجراء الحوار الجدي نحن كلنا منتذكر بجنيف واحد بعد اجتماع الرئيس بوتين والرئيس أوباما بالمكسيك تخذ قرار أنت الجنيف واحد الذي تم الحديث فيه عن إسقاط ثقافة التدخل العسكري بسوريا يعني إسقاط النموذج الليبي من أن يطبق في سوريا قامت لأيامة بعض المتضررين كان الرئيس الأمريكي مشرف على انتخابات أمريكية قال له نمع كل وقت من هلأ لأضار الجين السين الجين الزيران الجين ما كان هؤلاء من تحقيق الهدف المذكور فكان جينيف اثنين لهو شو لهو جينيف واحد زائد التطورات الميدانية على الأرض لصالح الدولة السورية لذلك لم يكن هناك اختمار حقيقي في تمثيل الأطراف المتفاوضة لحتى تقدر تبدل بها المسألة بس كانت عمليا الحوار هو حوار بين المملكة العربية السعودية والنظام السودي هذا الحوار كميلا مش حوار بين شو اسمنا هذا الوفد المفاوض لأنه الاقتلاف ما قادر يمون ما قادر ينفس على الأرض أبيحاولوا يخلقولوا حيسية على الأرض لتبرير الموقع التفاوض التبع الدولي تدعمته على الأرض في سوريا في الحوار مع النظام السوري يعني حتى حاول هده الاقتلاف عزل سليم ادريس اللي هو رئيس بجيش الحر طبع تفاصيل هو ما بيمثلون ما بيمثلون شيء على الأرض طبعا 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 لذلك كده الموضوع اليوم في محاولة لإعادة إنتاج حيثية تمثيلية لأدل الاتلاف في الأشهر التلات القادم عسى ولعل يستطيع أن يجلس على طابل المفاوضات وهو صاحب حيثية لذلك قد ينعكس هكذا سلما بانتظار فشل أو نجاح هذا المخطط في تطورات ميدانية في كافة أنحاء السورية الدولة السورية بتحقق مكاسب فيها على الأرض سواء بمنطقة القلمون أو بمنطقة حلب أو ببعض المناطق الأخرى اليوم في حديث عن معركة حران أو درعا قبل لك هاي دي المحاولة لك تجهيز جيش سيدخل سوريا كما يتحدثون والتخوفات السورية من هذا الموضوع لألك شو الغاية السياسية من الموضوع الغاية السياسية قلت لك محاولة خلق حيثية لهذا الاتلاف بحيث أنه إذا يجلس على طاولة المفوضات بعد جمعة أو اثنين أو ثلاثة أو شهر أو ثلاثة يكون عنده حيثية تمثيل على الطاولة للتفاوض مع الدولة السورية باعتبار أن الجهة داعش والنصرة وهي ديك المناطق برات الداء بالتمثيل التفاوضي ومنطقة القلمون طايرة وين بدون يخلقوا منطقة للتمثيل فهي المعركة اللي أبيحدث إذا حدثت إذا تمكنوا التحقيق هدف فيها إذا 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 لا أدري عسكريا أنا ولا أفهم بهالشغلي أبحاول حل السياسية النوية لذلك هذا هو الوضع وبالتالي بدنا ننتظر ومسألة جينيفو هي عبارة عن مصار مصار بد يكون في واحد واثنين وثلاثة وأربعة جينيف لن يتم جينيف بين لفتة عين وانتباهته ولكن نحن نتمنى أن يكون الحل السياسي في نهاية الأمر هو الحل الذي يجب أن ينعكس سل إجابا على الشعب السوري الذي دفع غاليا ثمن هذه الحرب الشعواء التي شنت عليه وعلى أرضه وعلى دولته وعلى دور دور سوريا في المنطقة وتدمير سوريا وانجزيتا وكل هذا خدمة للعدو الصهيوني الذي يستطيع أن يتباه بأنه بالرغب من الهزيمة التي ألمت به في 2006 وأخذ نجمه العسكري كدور يأفل يستطيع أن يقول أن هناك جيوش عربية أساسية قد ساهمت وخطط ونفست تدميرا في محاولة تدمير سوريا وجيشها العراق وجيشها ومصر وجيشها وهذه المؤامرة تمهيدا لتمرير اتفاقية في المفوضات الإسرائيلية الفلسطينية يتم فيها تثبيت إسرائيل وحل القضية الفلسطينية بما يتلاء مع المصالح التي رسمتها الوليات المتحدة دولة الرئيس يعني برأيكم الوصول إلى حل حول القضية الفلسطينية ينهي أزمات في البلاد العربية كلها لا مسر مصول لحل القضية الفلسطينية هو مدخل لا شك من مداخل إيجاد الحلول ولكن الصراع كبير نحن بصدد إعادة تشكيل نظام إقليمي جديد سايكس بيكو سقط اللي أمل استقرار على أثره تقريبا مئة سنة حتى زرعوا دولة إسرائيل لو لا الزرع كان إسرائيلي سايكس بيكو ماتت سايكس بيكو ترهلت القارة الأوروبية ماتت ألم يقف سرامسفيلت على باب الطيارة بلندن قال لهم جود باي أول يوروب وداعا يا أوروبا القديمة اليوم نحن أمام اتفاق جديد اسمه كاريلا فروف الذي سيكون له نتائجه على الساحة الإقليمية وعلى ساحة الشرق الأدنى اللي أوسع من الشرق الأوسط بحيث تسفل تركيا وإيران وبعدد قوس الأزمات بدنا نستفيد منك سؤال أخير دولة الرئيس تستفيد من وجودك أوكرانيا اليوم أكيدا في المعارض كيف يتعامل ترى تعامل الغرب مع المعارضة الأوكرانية بالمقارنة مع تعامل الغرب مع ما يسمى الربيع العربي أو الثورات هل هو نفس المقاييس محاولة قيادة هجمة على أوكرانيا التي تعتبر أيضا حدود شمالية استراتيجية بالنسبة لروسيا ردا على فشل الهجمة على الحدود الجنوبية اللي كانت من خلال سوريا وبالتالي ولو اقتضى الأمر ذلك إلى تفجير أوكرانيا راحوا على حبل السلاح والقاتل واحتلال المقارات الشرطة وراح برع 35-35-40 قاتل 25 قاتل 25 قاتل ما بعرف أدي حتى في قرية اسمها لفيف ما بعرف شو اسمها كمان نفس الشيء وبالتالي هذا الأمر هذا التصرف الغربي إنه إذا لم أستطع أن أثبت نفوذي فليذهبوا إلى الاقتتال والتناحر غير آبهين لا بسندوقة اقتراع ولا بانتخابات ولا بديمقراطية وهذا الخطورة الخطورة إنه أصبحت شعارات الديمقراطية ونظام القيم والمثل الذي يرفعها هذا الغرب شعارات أكتئية ليس إلا فقط الثقافي الصهيوني اليهودي سيطرت على هذه الأوروبا وهذا الغرب بحيث أن مصالح الصهيوني هي التي يحاولون فيها أن تتحقق من خلال كل هذه الشعارات التي ترفع طيب شغلة بسيطة هاي التلفزيونيات اليهودية بأوروبا مثل الارتي اتطلع برنامج عين برنامج عن الهولوكاست ومجازر تعزيم اليهود وبرنامج حرب عروسية وبوتن كل نهار كل نهار كل نهار صروا كذا وقت لا لأن الحرب ع أوكرانيا محاولة حرب عروسية الحرب عروسية حاولوا يعملوها حرب عروسية وبالتالي جورجيا المخبرات الإسرائيلية راحت عجورجيا المستاد من جبر ياخد قراره فيه بجيش وقمعها قمعا مبين وغاية رح يسير بأوكرانيا هذا اللعب زيد يعني بقى لزيلي كذا الموضوع موضوع خطير خطير جدا أن تمسك بزمام الأمور الصهيونية العالمية دولة الرئيس إليل فرزلي تكلمة أخيرة نحن دائما نشعر بسعادة عندما ندعى من قبل إذاعة الرسالة لأطلال من على من بركم وخصوصا معك أستاذ عسين أو مع جملائك وأنت ابن البقاع نحن منشعر أيضا بدفء خاص عندما نحورك نحن نفتخر فيك أهلا وسهلا فكيف بالأحرى إذاعة الرسالة ككل التي تنتمي لكيان سياسي رئيسه وحبيب ألبنا وصديقنا ورئيسنا شكرا لإلك بيتك أهلا وسهلا أستاذ إلى هنا مستمعي إذاعة الرسالة نصل إلى ختام هذه الحلقة من اللقاء السياسي كان معكم في التقديم حسين شمس شكرا للزميل عبدالله ياسين في التنفيذ والزميل ندين فاضل في الاعداد ملتقان الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة